الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها الإخوة إن حقيقة الدنيا وضحها القرآن الكريم بقوله إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا هذه هي حقيقة الدنيا يوضحها القرآن أنها دنيا عبارة عن لهو ولعب دنيا عبارة عن أرض نزل الغيث فأصابها فاخضرت واخضرت لمدة بسيطة ثم ما إن انتهت هذه المدة البسيطة حتى أصبحت هشيما تدروه الرياح شيء يابس لا عبرة فيه ولا أثر له هذه هي الدنيا التي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة عليه ورأوا أن الحصير الذي ينام عليه قد أثر في جنبه فقالوا يا رسول الله لو صنعنا لك وطاء يعني فراش غير هذا الفراش فراش يريحك فماذا قال عن الدنيا؟ قال ما لي وللدنيا ما أنا إلا كراكب استضل تحت شجرة ثم راح وتركها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل الدنيا ليس الدار مستقر ونحن نعلم بالأمس جاءنا رمضان واليوم يمضي منا رمضان أيام ونودعه أفلا نعتبر أن حياتنا ستكون هكذا؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين إذن فإذا كانت حقيقة الدنيا هذه فلماذا لا نهيئ أنفسنا فيما يرضي الله عز وجل والله عز وجل ممتدح الدنيا أبدا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ممتدح الله ورسوله الدنيا أبدا إنما كان القرآن يعبر عن الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إذن اعمل لآخرتك واعلم أن الدنيا ليست بداري مستقر لك إنما هي ممر وخاطب نفسك وقل يا نفس توبي فإن الموت قد حانا واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا هذه هي الدنيا فلا تتعب لأجلها ولا تتعب لحالها فلا بد أنك راحل وخلودك في الدنيا محال ولو دامت الدنيا لدامت لغيرك ولمن هم أحسن منك من الأنبياء والمرسلين الله عز وجل قال لرسوله إنك ميت وإنهم ميتون تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فلتكن هذه حقيقة الدنيا عندك ولنخرج الدنيا من قلوبنا عسى رب العالمين أن يرضى عنا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته